فريق تشيلسي الإنجليزي يقدم واحدة من أروع مباراياته منذ فترة طويلة جدا لم نرى فريق البلوز تشيلسي يقدم هذا الأداء على ملعب ستانفورد بريدج في الدوري الإنجليزي عشاق فريق تشيلسي الإنجليزي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وحديثنا النهاردة عن مباراة تشيلسي وليفربول على ملعب ستانفورد بريدج في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز قمة طبعا من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد الفريقين دخلوا هذه المباراة سعيا نحو الفوز بالثلاث نقاط ولا بديل عنهم لكل الفريقين طبعا دوافع كبيرة جدا الفريقين الموسم الفات ما كانش هو الأفضل بالنسبة للاثنين لذلك دخلوا طبعا هذه المباراة بروح قتالية عالية ورغبة في تحقيق الثلاث نقاط فريق تشيلسي الإنجليزي أرى أنه قدموا مباراة على أعلى مستوى بدأ فريق تشيلسي الإنجليزي بقادة مديرهم الفني الجديد إنه فريق مختلف تماما عن الفريق المفكك اللي احنا شاهدناه في الموسم الماضي وبرغم الانتقالات والنجوم الكبار كان في أعلى أن يحتاج فريق تشيلسي الإنجليزي إلى مدير فني استطيع أن يجمع هذا الشتات ويوحد الفريق مرة أخرى من أجل تحقيق النتائج الجيدة والفوز والمنافسة لماذا لا؟ المنافسة على لقب الدول الإنجليزي الممتاز ده طبعا طموح عادي جدا ومشروع بالنسبة لفريق كبير مثل فريق تشيلسي على الرغم من كل هذا الكلام إلا أن احنا وجدنا فريق ليفربول الإنجليزي يفتتح هو التسجيل وعن طريق أسست رائع جدا من محمد صلاح محمد صلاح بيستلم ناحية اليمين طبعا الطرف اليمين ويلم المدافع الوالباكليفت بتاعة تشيلسي ويمرر كرة سحرية إلى مهاجم ليفربول اللاعب ليويس دياز ولويس دياز يحطى فرس تايم في المرمى القصة مش في الهدف القصة في صناعة الهدف لأن صناعة الهدف ولا أي لعب في العالم يستطيع هاتلي أفضل لعب بيعمل أسست في الدور الإنجليزي أو في العالم مستحيل يمرر تمريره بهذا الشكل هذه التمريرة تمريرة خرافية تمريرة محمد صلاح هو الأسست هو أسست لم أرى مثله من قبل في الدور الإنجليزي اجتمعت في التمريرة كل الصفات المهارية وده بيأكد لنا أن محمد صلاح لاعب على مستوى واللاعب فعلا إذا كان هو هداف قدير فهو أيضا صانع هداف قدير جدا لم يكتفي محمد صلاح بالأسست ولكنه أيضا سجل هدف ولكنه هدف ألغي بدعي التسلل فريق ليفربول وتشيلسي دائما تحدث نتائج التعادل ما بينهم يعني من فترة طويلة جدا حتى التعادل أصبح فيه أهدف الملغية يعني في المباراة دي يعني أمر غريب جدا حتى الهدف هنا وهدف هنا يبقى تعادل فيه الأهدف الملغية عندما لغية هدف لفريق تشيلسي الإنجليزي أحرزه اللعب تشيلول فريق تشيلسي الإنجليزي بدأ متماسك جدا جدا خصا من الناحية الدفاعية أنا شايف أن الدفاع فريق تشيلسي أصبح أفضل بشكل كبير جدا من الموسم الماضي حيث كان الدفاع عبارة عن شوارع وحصالة مرمى فريق تشيلسي كان حصالة كبيرة جدا لجميع الفرق الأخرى للتسجيل في فريق تشيلسي فريق تشيلسي الإنجليزي تدارك الموقف ولم يستحق بالحقيقة فريق تشيلسي أنه يخرج خاسرا الثلاث نقاط فيه زين مبران ولكن فعلا حصوله على نقطة واحدة هو أمر ممتاز جدا أعجبني اللعب جاكسون أنا شايف أن جاكسون ده مهاجم على المستوى في فريق تشيلسي قدم اليوم أداء مذهل هذا اللعب يذكرني باللاعب أليكسندر إيزاك لعب فريق نيو كاسل لونيتد الإنجليزي والذي بالمناسبة افتتح مشواره في التهديف بهذا فين في أول مباراة لفريق نيو كاسل لونيتد الإنجليزي على ملعبه جاكسون ده تقريبا قادم من فريق فيريال أنا لما أكن أعرف هذا اللعب ولكني فوقعت بهذا الأداء الرهيب من جانب اللعب جاكسون جاكسون النهاردة فعلا بالرغم من قوة دفاع فريق ليفر بول الحقيقة النهاردة فريق بدأ متماسك بقيادة فيرخ الفندايك ولكن الحقيقة النهاردة أني جاكسون اللعب خطير جدا من المميزات المهمة جدا اللعب جاكسون حقيقة لأنا لحظتها وبقوة على هذا اللعب هو أنه هو لعب مجرد ما بيستلم بيروح على طول على المرمى لا يهاب الدفاعات لا يهاب المرمى مش بيقعد يعقب الكرة ويرجع وبيها وعايز يرقص لا هدف وواضح جدا يذهب وينطلق كالسهم على المرمى زي ما محمد صلاح بيعمل مع فريق ليفر بول إنجليزي إذن النهاردة جاكسون ندر أن نقول اللعب ده لو استمروا بهذا الرتم سيكون لعب مهم جدا في الدور الإنجليزي الممتاز ومهم جدا لمنتخب بلاده طبعا وأنا أرى طبعا أن هذه المباراة برغم أنها كانت افتتاحية في الدور الإنجليزي الممتاز لأنها كانت مباراة جيدة من الناحية الفنية وجدنا فرص هنا وهنا أهداف هنا وهنا أهداف ملغية أيضا هنا وهنا فأنا شايف طبعا أن النهاردة بداية مباشرة لفريق تشيلسي الإنجليزي من وجهة نظري أعتقد أن فريق تشيلسي الإنجليزي بدأ ينضبط بدأ يحدث لناك نوع من التخطيط والترتيب داخل فريق تشيلسي الإنجليزي لذا أنا أرى أنها بداية جيدة لا نريد أن نرى نفس الصورة التي شاهدناها الموسم الماضي يبدو أن إدارة فريق تشيلسي ومدوم الفن الجديد يسعيان وبشكل قوي جدا لمحو الصورة الهزيلة التي بدأ علي فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم المنصرم والجمهور حتى الجمهور أنا شاهدت أن في جمهور فريق تشيلسي الإنجليزي لديه روح جديدة شاهدنا إنرجي جديدة جدا على ملعب ستانفورد بريدش من الجماهير ومن اللاعبين فريق تشيلسي بصراحة أمتعني في هذه المباراة بالنسبة لتغيير محمد صراح طبعا قرار جيد جدا من مدير الفني لفريق ليفربول أنه هو سحب محمد صراح حيث أن محمد صراح تم تقفيل هذه الجبهة تماما عليه والدفاع كان قوي جدا جدا وأيضا من ننساش المهم جدا أن محمد صراح طبعا بداية موسم فمن النحية البدنية أنهك تماما محمد صراح لذلك رأى يورجين كلوب أنه لابد من إشراك لاعب جديد لاعب شاب ولذلك اللاعب اللي نزل صغير في السن لعب عنده طاقة لعنده إمكانيات يستطيع أنه يخترق ويسبب المشاكل وهذا ما حدث إذن هي عملية تغيير طبعا مطلوبة جدا كانت بالنظر أن دي بداية الموسم ولكن من ناحية الفنية ما حدش يقدر يشك في اللي فعله محمد صراح في هذه المباراة اللي عمله محمد صراح النهاردة أنه هو عمل أسست وسجل هدف ألغيا بسبب تسلل بسيط جدا من فرق بسيط لذلك طبعا لا أحد يشكك في إمكانيات محمد صراح لا يشكك يورجين كلوب المدير الفن في إمكانيات محمد صراح على الإطلاق وهو مقتنع تماما أن محمد صراح هو قائد فريق ليفربول وهو القائد الرئيسي لفريق ليفربول الإنجليزي من الناحية الهجومية محمد صراح طبعا لم يظهر الامتعاد والأي شيء لم يفعل أي شيء محمد صراح أنا لم أرى أي سلوك خطئ من محمد صراح حتى هو سلم على اللاعبين اللي كانوا ينزلوا كمودلاء في أخرب أسعاف المباراة فأنا لم أرى أن محمد صراح عمل أي شيء خطأ على الإطلاق كان عادي جدا لعب بدأ على وجهه بعض من الغضب ولكن هذا لا يعني أنه ذهب للمدير الفني ولم يتحدث معه ولم يعترض وطريقة الخروج أرى أنها كانت طريقة خروج عادية تماما فيها بعض الغضب ولكن ده أمر مشروع جدا وعادي أي لعب يحب يلعب التسعين دقيقة